مرحبا وأهلا بكم يعني نحن السوريين أكتر من آمن بالعشر السنين الماضي بشيء اسمه الكوميديا السوداء يعني واقع أسود شديد السواد وكل يوم في شيء لا معقول يعني هو بيخليك أنه أنت تكون متفاجئ عن اليوم القبله مهما كانت المفاجآت متتالية بالاتجاه السيء فنحن الحقيقة نحن عايشين باللا معقول وما عاد في شيء الحقيقة بيثير تعجبنا لأن نحن كل يوم نتوقع شيء الحقيقة خارج عن المألوف خارج عن المنطق خارج عن المعقول يوم بعد يوم من عشر سنين لهلا ما بنعرف حالنا نضحك ولا نبكي آخر شيء ممكن نضحك على بعض الأحداث من كتر مانا غريبة من كتر مانا معقولة منضحك ونبكي هذا اللي بيسموه المضحك المبكي أو الكوميديا السوداء خاصة الصحفيين اللي بيشوفوا كل شيء بيشوفوا الرصد عن كل البرامج التصريحات المسؤولين المحليين وغير المحليين المحليين السياسين لا يرصدوا أنه فيه تغير في الاتجاه ممكن يكون فيه شيء يعني خلينا نخرج عن هالمسار الأسود يعني اللي ماشيين فيه نطلع من هالكارثة يلي عايشين فيها ولكن الحقيقة ما فيه أي تغيير نحن مصرين على هذا الاتجاه بحكمة قياداتنا وبالنهاية منشوف حالنا أمام شيء لا معقول ما منعرف أنه نضحك ولا نبكي أحياناً نختار أنه نضحك عواض ما نبكي كان الموضوع هو عبارة عن برنامج على الإخبارية السورية فيه ضيفين الأول سوري عايش بألمانيا والتاني لبناني ونحن منعرف وقع يعني سوريا واللبنان نحن نتذيل يعني ترتيب الدول في كل شيء يعني بالفساد نحن أعلى الدول فساداً في الوضع المعيشي يعني في ذيل القائمة الحقيقة اليوم الواقع ما نلاقي خبزناك المواطنين أو السوريين واللبنانيين بنفس الخانة ما فيه كهرباء ما فيه مشتقات نفطية شوي تاني ما رح يكون فيه هوا حتى المي صار فيها مشكلة مؤخراً حتى مثل ما حكينا يعني نحن للسياءات أو إذا يعني هيك بشكل مهزب الغائط صار عبيصرح بالشوارع بعد فترة رح نغرأ فيه بيختار البرنامج والضيوف موضوع هو انهيار الاتحاد الأوروبي وانهيار حلف الناتو وانهيار العالم وانهيار الولايات المتحدة الأمريكية هني عبيحكوا بشيء منها يعني الفخر وابتسامة السخرية مرسومة على وجوهن نوع من التشفي يعني أنه نحن بحكمة قيادتنا والبلد الصغير سوريا ولبنان انتصر على كل القوى بالعالم يعني هذا الشي بتحسوه خلال الحلقة وبيستفزكن مرة تانية ما بيطلع قدام الواحد إذا ما بده يبكي غير يضحك لأن ما في شيء تاني يعمله وبادلوا الضيفين واحد يقول له أنه والله الاتحاد الأوروبي بأزمة الثاني يقول له لا الاتحاد الأوروبي منهار واحد يقول له الثاني أنه والله حلف الناتو رح يضعف هذاك بيقول له لا رح يتفكك ضيف بيحكي أنه والله الولايات المتحدة الأمريكية في تضخم بيقول له لا الولايات المتحدة الأمريكية قوى ستزول قريبا وهكذا يعني هالثناء إياي حيث أحيث عندي يعني فن العتابة عنه بشكل أو بآخر ويعني اخترت أنه أدم هالملخص يلي بتأملي يعني يرسم البسمة على وجوهكم بشكل أو بآخر اخترت أنه أدمه بهالطريقة يلي بكم شوفوها خمسين دقيقة رح أقدم لكم ياها بأثلاث دقائق بتمنى أتنال أعجابكم نرى اليوم أن التفكب في أراء الاتحاد وفي المواقف للاتحاد حتى على كافة الصعود السياسية والعسكرية والاقتصادية تزيد من انقسامات هذا الاتحاد الأوروبي ماذا نتحدث؟ الوضع الأوروبي يزداد تقافرا انشقاقا في كل المجالات ما بعد أوكرانيا ليس كما قبل أوكرانيا أنا لا أرى أن هناك استمرارية لهذا الاتحاد طالما أن العيوب التي انكشفت فيه بعد أزمة كورونا وأزمة أوكرانيا الجديدة اليوم تبين أن هذا الاتحاد إلى تفكب أكثر فأكثر وأعتقد أن الأمريكي اليوم هو الذي يريد أن يقف الحرب وليس الروسي نعيشون في أزمة اليوم أولا أزمة عسكرية وأزمة سياسية لذلك على الأوروبيين اليوم الاستفاقة اليوم الأوروبي في مأزق أيضا سياسي ستكون هناك كوارث كبيرة في كل المجالات فماذا سيعود هذا بأي ويلات اقتصادية على الاتحاد الأوروبي تحديدا وليس فقط على أمريكا التي تعاني من تعانيه في كل المجالات العالم كله سوف يتغير في كل المجالات لن يوقف فقط عند أوكرانيا يعني سمعنا وهم بدأوا بالتراجع بكل صراحة وكل وضوح بدأوا بالتراجع ومن خلال ما نسمع من رئيس رئيس لا لا يسمى أعتقد أن هناك رئيس من الرؤساء عفوا الإرلندي يقول أو الفنلندي عفوا أعتذر عن ماذا نتحدث عن ماذا نتحدث عن أي حلف وعن أي ناتو وعن أي اتحاد أوروبي تخيلي هذا الغباء لا فعلا ستكون هناك كوارث كبيرة على كل دول أوروبا تخيلي هذا الغباء العالم كله سوف يتغير تخيلي هذا الغباء ما بعد أوكرانيا ليس كما قبل أوكرانيا تخيلي هذا الغباء فعن ماذا نتحدث عن أي حلف الأطلسي بمجمله لن يبقى على ما هو عليه سيتفكت يعني الانشقاقات كبيرة إلى درجة أنه بعد انتهاء أنا أتوقع بعد انتهاء أزمة أوكرانيا سنرى التفكك سريع وسريع جدا لذلك على الأوروبيين اليوم الاستفاقة وبوتين للمعلومات هو لن يوقف فقط عند أوكرانيا بل سيذهب إلى ملدوفيا بربالتك وسيعيد كل بقاء الاتحاد السوفيت هم متفقكون إلى أبعد الحدود لا فعلا ستكون هناك كوارث كبيرة على كل دول أوروبا ولن يبقى لا حلف ناته على ما هو عليه ولا الاتحاد الأوروبي على ما هو أعتقد أعتقد هذا أعتقد الشخصي أن أوروبا ستواجه في هذا الشتاء إما حركات شعبية احتجاجية على سوء المعيشة وإما أن تتغير كل النظام السياسي في السياسة الخارجية لهذه الدول الأوروبية ويقول للفرنسيين عليكم بدل أن تأكلوا مثلا مرتين أو ثلاث مرات في اليوم عليكم أن تأكلوا مرة واحدة يا للم 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 يا للم